جثة تفضح قاتلها وتكشف سره ظن أن جريمته كاملة لكنه وقع في شراك ضحيته وانتقمت لنفسها بعد موتها كان الشرطي كينيث بلو يقوم بجولته الليلية المعتادة لتفقد الأوضاع في المنطقة وبينما هو يسير بهدوء في الطريق المنعزل وقعت عيناه على سيارة مركونة بشكل غريب على جانب الطريق قرب المنحدر ترجل الشرطي من سيارته وسار بهدوء باتجاه السيارة المركونة ليتفقدها وهو لا يعلم ما الذي ينتظره عندما وصل بلو للسيارة فوجئ بمنظر مروع لم يتوقع أن يشاهده جثة سيدة حامل في المقعد الأمامي ملفوفة بسلك حول رقبتها صادف ذلك مرور الشرطي تيم باترسون والذي فوجئ هو الآخر بوجود الجثة أجر الشرطيان فحصا سريعا للجثة التي لم يكن أي منهما يعرف هوية صاحبتها وخلال الفحص وقعت عين الشرطي بلو على حقيبة بجوار الجثة عندما قام بفتحها اكتشف وجود رسالة انتحار مطبوعة على الكمبيوتر وفي آخر الرسالة يوجد اسم جينفر ويب وهكذا عرف الشرطيان من هي السيدة تبلغ جيني ويب من العمر 32 عاما وكانت حاملا بالشهر الخامس وسعيدة بهذا الطفل وتنتظره بفارغ الصبر فكيف إذن تقدم على إزهاق روحها رغم سعادتها بطفلها الذي تحمله في أحشائها قامت الشرطة بإرسال جثة جيني للمشرحة للتأكد من وجود دلائل أو بصمات على جسدها ما أثار ريبة الشرطة هي رسالة الانتحار المطبوعة التي كانت بحقيبة جيني فمن هو الشخص الذي سيكتب رسالة انتحار مطبوعة بالكمبيوتر ووفقا لشهادة الأم فإن جيني معتادة على كتابة كل شيء بخط يدها كما إن حياتها الهادئة لن تكون دافعا لإزهاق روحها حتى أن أسلوب الكتابة في الرسالة كان مختلفا عن أسلوب جيني الحقيقي مع تعقد التحقيق أكثر تمت الاستعانة بفريق شرطة جديد بالإضافة لبعض المحققين وكان أول شيء قام به الفريق الجديد هو تفتيش المكان الذي عثر فيه على جثة جيني وتفتيش المنطقة بأكملها لعلهم يعثرون على أدلة جديدة وبالفعل هذا ما حدث عثرت الشرطة على أدلة تؤكد وجود شبهة جنائية وليس انتحارا كما كان يعتقد بقعة دم وعقب سيجارة أما الدليل الدامغ كانت تحت أظافر الجثة نفسها والذي يدل على أنها كانت تقاوم للبقاء على قيد الحياة والتي أشارت إلى هوية القاتل الحقيقية مع كلام الأمين ابنتها على علاقة برجل يدعى كين ومع الأدلة الموجودة تم القبض عليه بتهمة القتل واسم السيد كيني الكامل هو كينيث بلو نعم الضابط كينيث بلو الذي اكتشف جثة جيني ويب في البداية هو قاتلها بالفعل في ليلة مقتل جيني ويب كان الضابط كينيث بلو مختفي لمدة ساعة كاملة بعدها خرج الضابط تيم باترسون يبحث عنه وعندها وجد زميله كينيث بلو يقف أمام سيارة جيني ويب وجميع البصمات التي كانت بالسيارة وبقع الدم كلها كانت لكينيث بلو وجميع الخدوش التي كانت بجسد كين اتضح فيما بعد أنها حديثة وكان سبب هذه الخدوش هي محاولة جيني الدفاع عن نفسها عندما كان يخنقها حكم على الضابط كينيث بلو بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط وما زالت شقيقته تحاول تبرئته متحججة بأن جميع الأدلة ليست صحيحة وبأن الشرطة تحاول تلفق التهمة لشقيقها ظلما مع أنه فعليا لا يوجد أي دليل على أن الشرطة قامت بذلك وكل الدلائل بمسرح الجريمة تشير إلى أنه هو القاتل هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم نراكم في قصة جديدة إن شاء الله